حدثني واحد من زملائي يقول رأيت في الحج اثنين من الامريكان شباب مسلمين وعادة نحن إذا رأينا شخص يعني فرنسي ألماني أمريكي أسرالي مسلم أول سؤال نسأله إيش إيش كيف أسلمت صح هذا السؤال الجاري نقول فسألتهما قلت ما شاء الله أنتم شباب وجئتم تحجون كيف أسلمتما يقول فواحد منهم نظر للثاني وضحك قال أسلمنا على يد بوش قال كيف قالي والله أسلمنا بسبب بوش قال كيف أسلمتم بسبب بوش قال كنا في أمريكا عيال شوارع يعني ما نبحث عن إسلام ولا نبحث عن نصرانية ولم نسمع أبدا بشيء اسمه إسلام ليس هذا من اهتمامنا اسألنا عن هيروين وعن مخدرات نعم أما هذا ما ندر عن الإسلام أصلا إن دخلنا الإنترنت دخلنا أشياء لا تتعلق بالأديان أساسا إن نظرنا في القنوات الفضائية أيضا أشياء لا تعلق لها بالأديان أساسا يقول فلما وقعت إحداث سبتمبر استمعنا إلى خطبة بوش يقول فارتكلم بخطبة طويلة يقول نحن فهمنا كل كلاما ما نحن مريكان أصلا يقول فمن ضمن الكلام قال كلمة إسلام مرة أو مرتين يقول فالتفت على الذي بجانبي صاحبي قلت إيش إسلام هذه قال والله ما أدري إيش إسلام يقول كل كلامه بالإنجليزي فهمناه نحن عيال البلد لكن إسلام هذه ما فهمنا إيش معنا إسلام ترى يا جماعة ليس غريبا أنا كنت قبل خمسة أشهر أو ستة في جنوب أفريقيا ونزلت معي اثنان من الزملاء وأصابنا مطر فدخلنا إلى كوفي شوب لما دخلنا أقبل إلينا الجرسون هذا اللي يشتغل وطلبنا شاي وجاء ووضع الشاي فالتفت إليه قلت له يعني هواري وقال أنفاين قلت واتسير نيم قال أنا اسمي جاك قل جاك إيش ديانتك قال ما كريستيان أنا نصراني قل طيب هل سنعت عن شيء اسمه إسلام قال هو أز من هو قلت إسلام إسلام قال نو قل طيب تتوقع الإسلام إيش توقع الإسلام ماركة سيارة ولا ماركة ملابس والله كذا ولا تتوقع الإسلام اسم فيلم ولا تتوقع الإسلام هذا اسم دولة ولا دين إيش تتوقع الإسلام هذه الاختيارات أنا الإسلام هو اسم ماركة ملابس ولا اسم سيارة ولا قال أظن أنه اسم سيارة إسلام اسم سيارة قلت جد يعني اسم سيارة اسمه إسلام قلت لا الإسلام هذا دين دين فرضها الله تعالى العباده واستغربت فإذا به لم يسمع في حياته شيء يتعلق بالإسلام تخيل فلا تستغرب لما يقول لك هذان الرجلان الشابان يقولوا والله ما سمعنا شيء عن الإسلام طبيعي يا أخي ما هم أصل لم يبحثوا عنه مثل لما أقول لكم أحد سمع عن ديانة اسمها الكنفشوسية في ديانة اليوم اسمها الكنفشوسية لكن لم تسمع بها في الغالب لكن لو قيل لك في الجرائط نشر وفي قنوات الأخبار الكنفشوسيون مثلا في الهند يشعلون كذا أو يهدمون كذا أو تقول يا أخي إيش الكنفشوسية هذه يا جماعة تعالوا نبحث عنها إيش الديانة هذه اللي عاملة مشاكل فالله تعالى يحدث أشياء أحيانا يقدروا حدوثها على الإسلام لأجل أن يحرك الماء الراكد ولأجل أن يبدأ الناس يبحثون عن هذا الدين هذان الرجلان الشابان يقولون والله لما قلنا إيش الإسلام تعال نبحث يقول فدخلنا الإنترنت ودخلنا كلمة إسلام يقول فإذا هو دين ودخلنا ننظر في هذا الدين فأعجبنا فبحثنا عن أقرب مركز إسلامي وذهبنا إليهم ودخلنا في الإسلام وأبشرك نحن الآن مسلمون أنا وصاحبي وانظر سبحان الله إذا أراد الله تعالى نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي والله يا جماعة والله والله لو لقي دين آخر نصف ما يلقاه الإسلام من حرب وإفساد إعلامي عليه ومحاولة إفساد صورة في عين الناس وقتل لأهله وسجن لهم وتحريف للقرآن ونشره وتحريف لمفاهيم الإسلام وكتابتها بكأن مؤلفها هم مسلمون ونشرها وهي تتكلم عن الإسلام بالسوء والله لو لقي دين آخر نصف ما يلقاه الإسلام لمات من سنين لكن الله تعالى لا يزال يحمي هذا الدين لأن الله تعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق